بكرة الساعة 10 في أبيجان بإذن الله هتكون الساعة 10 بتوقيت القاهرة قبل ما اطلع لفاصل يمكن خبر مهم جدا نشر منذ قليل على الحساب الرسمي للنادي الأهلي وعلى الموقع الرسمي وفضي شركة كرة القدم في الإمارات للاتفاق على الزي الخاص بموسم 2024-2025 منتكلم على الموسم اللي جاي فبنبدأ نحضر من دلوقتي وفضي من شركة الأهلي توجه اليوم الأربعاء إلى الإمارات يضم كل من خالد عبدالقادر عضو مجلس دارة الشركة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والقائم بعمال المدير التنفيذي وينضم لهم الكابتن خالد بيبو مدير الكرة والمتواجد حاليا في السعودية الوافد هيعقد عدة جلسات مع مسؤولي شركة أديدس للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالزي الخاص بالفريق وقطاع ناشئين عن الموسم المقبل 2024-2025 كما يبحث الوافد مع الشركة سوبل تدعيم الشراقة وتحقيق مكاسب للطرافين على كافة الأسعادة مبارح الكابتن خالد بيبو كنا عارفين طبعا هو موجود في السعودية عشان موضوع الملاعب والتدريب وفند والإقامة وتفاقت كل التفاصيل دي مع الكابتن سامير عدلي المدير الإداري والأهلي بالتأكيد كلنا عارفينه هيشارك في كاسة عامل أندية بصفته بطلا لإفريقيا طول كل الأمور مشى في الأهلي بشكل جيد جدا التحضير مش للموسم ده كمان لا ده كمان بنشتغل على الموسم اللي جاي عشان يكون فيه وقت كافي لتحضير الزي والزي الخاص بالأهلي في الفترة اللي جاي دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات اللي معنا النهاردة في برنامج التريند نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نشوف آخر أخبار التريند اشتركوا في القناة